يقول أخي يعاني من الوسوس القهري في العبادات خاصة الطهارة والصلاة في أول أمر كان يقضي تقليبا ساعة في دورة الميهة توضى ثم ساعة أخرى يصلي الآن بدأ يواجه الشيطان ويدافع عن الوسوس ولا يرضى بها لكن أحيانا تسيطر عليه الوسوس فهل له أن يجمع أحيانا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشة إلى أن يشفيه الله وعبد الله من بريطانيا شف الله أخاك وعافاه صلى تعالى أن يعيده من شر الشيطان وشركه وتوهينه أخي الفاضل إذا كان فعلا الوسوس غلبت عليه وهو الآن في طريق التشافي والتعافي لا بأس لا بأس يجمع لكن ليس على الدوام ما دام أنه يعتقد بأنه لو بقي إلى الصلاة الثانية قد يتسلط عليه الشيطان لا بأس فترة حتى ينجو مما هو فيه وما دام الحمد لله بدأ يستجيب للنصائح ويتخلص من هذه الوسوس ويكسر هذا الحاجز هذا الدلالة على عزيمته على التخلص من هذه الوسوس وأرجو الله تعالى أن ينجيه مما حصل له قل له لا بأس إذا احتاج جراء بأنه يحتاج إلى هذا من دون قصر يجمع من دون قصر بارك الله فيك